هيئة الرقامة الإدارية نفذت حملة مكبرة لمدهمة أحد المصانع غير المرخصة اللي بيديروا فني تبريد وتكييف في عقار في منطقة بلطيم بيستخدموا لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية والتجارة فيها بشكل مخالف للقانون وبالفعل تم ضبط علامات تجارية للشركات الأدوية وهمية طبعا و2.3 مليون أرس أدوية لأصناف مجهولة المصدر و5.000 أرس مغلف وجاهز للبيع ده جير طبعا حملات تانية في المحافظات تم خلالها ضبط أدوات تعقيم وتطهير ووقائية طبعا كلها مجشوشة